سانت كاترين هذه البقعة الغالية ذات طابع الروحي والأثري والثقافي والبيئي والحقيقة أن هي يعني منطقة لها زي ما قلت طابع خاص وجميل جدا نحن عارفين أن الدولة مقررة أن هذه المنطقة تهتم بها بشكل خاص في إطار مشروع اسمه التجلي الأعظم ولكن الجديد النهاردة كان فيه جولة مهمة جدا قام بها رئيس الوزراء مع وافد رفيع المستوى مكون من عدد كبير جدا من مختلف الوزراء وأيضا محافظ جنوب سيناء وفي إطار هذه الجولة كان فيه تصريحات مهمة لرئيس الوزراء وأيضا توقيع مهم لإعلاقة بإدارة وتشغيل هذه المنطقة في إطار أن هي تكون منطقة سياحية جاذبة وخلينا نشير ونؤكد أن الدكتور مصطفى مدبولي قال الرئيس السياسي وجه بنفسه بالاهتمام بهذه المنطقة وأن يكون فيها اهتمام خاص وأن يكون فيه عمل سريع أيضا لتطورها علشان طبعا أن هي تكون مقصد سياحي ويعني يجذب عدد كبير جدا من الزائرين لأن زي ما قلنا هي بتهم عدد كبير جدا من الناس لمدى أهميتها وطابعها الخاص خلينا نقول أن الدكتور مصطفى مدبولي قال أن حاليا يعني بيتم متابعة مراحل تنفيذ المشروع وفي إطار طبعا هذه الزيارة وده تنفيذ لتكليفات الرئيس السيسي وأن حاليا فيه المراحل النهائية لمشروع التجلي الأعظم خلينا نروح بقى لقصة التوقيع النهاردة كان فيه توقيع لعقود إدارة وتشغيل المكونات السياحية والفندقية لموقع التجلي الأعظم الحقيقة أن الشركة اللي تم اختيارها أو تم توقيع الاتفاقية معاها النهاردة هي شركة شتايجنبرجر الألمانية هي طبعا واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال لكن التوقيع كان ما بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممساة عن نفسها وعن محافظة جنوب سيناء وشركة مصر سيناء للسياحة ومع شركة شتايجنبرجر علشان تطور في منطقة التجلي الأعظم لكن الحقيقة أنه على مدار السنتين اللي فاتوا كان بيحصل زي مناقشات وبحث كبير جدا ومنافسة كانت عدد كبير من الشركات بتحاول أنها تحصل على هذه الصفقة أو أنها تكون بتستحوز على قصة أنها تطور في منطقة سان كاترين وأنها تشغل فيها بقى الفنادق وكل خدمات السياحية إلى أن تم اختيار هذه الشركة الألمانية علشان تعمل المشروع فالحقيقة أن حتى الخطوات اللي بتكون بهذا الشكل بتستدعي فترة كبيرة جدا من البحث وزي بتكون يعني منافسة شرسة زي ما قلنا ومناقصات إلى أن هي بترسي على شركة تكون الأفضل من أجل تنفيذ المشروع فإحنا شايفين مع حضراتكم القطاط من الزيارة وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي للموقع وإطلاعوا على كل الجديد والمفترض الآن أصبحنا في المرحلة النهائية لهذا المشروع يمكن زي ما احنا ملاحظين عدد كبير من الوزراء كان موجود وزير الإسكان وزيرة البيئة وزير السياحة والأثار طبعا محافظ جنوب سيناء وزير التنمية المحلية عدد كبير جدا من الشخصيات يعني الهمة وأيضا المسؤولين في الحكومة علشان يقفوا على الجديد في مشروع التجلي الأعظم تاني بنأكد أن هي بقعة مهمة جدا في مصر وغالية وتستحق أن هي فعلا تكون مقصد سياحي هام على مستوى العالم مين مش مهتم بفكرة التجلي؟ مين مش مهتم بفكرة طبيعة المكان البيئية؟ مين مش مهتم بمدى قدسية هذا المكان؟ كل هذه الأمور طبعا تبقى عوامل جذب لمختلف السياح من مختلف بلاد العالم فطبعا مشروع مهم جدا ومستنين الحقيقة الكثير في ملف السياح سواء الدينية، الثقافية، العلاجية، كل هذه الأنواع مصر الحقيقة فيها كل شيء علشان تكون مقصد يمكن الأهم في هذه السياح ترجمة نانسي قنقر